ليسوا لاجئين ولا يبحثون عن كنز في بطون الجبال إنهم مرضى يبحثون عن العلاج بعد أن تعذر ذهابهم إلى المراكز الصحية العاملة هنا في ريف محافظة صعدة تحولت المغارات إلى مشاف ميدانية واضطرت المنظمات الدولية الإنسانية لتقديم الرعاية الطبية فيها كمراكز صحية مؤقتة تفاجئ كصور طفولة غيبتها قسوة الحياة وابتسامات بريئة رغم كل شيء عشرات المواطنين والأطفال يتداون في كهوف حفرت منذ عقود في التلال المحيطة بالقرى والمناطق السكنية كهوف للجراحة وحفظ الأدوية وحتما لا تصلح أن تكون مشاف على الإطلاق أو مكان جيد لحفظ الدواء لكنه الخيار الوحيد المتاح أمام الساكنين هنا وأمام المنظمات الإنسانية أيضا فعلى مدى عقد من الزمن وأبناء هذه المحافظة من غير المقاتلين في صفوف الحوثي يدفعون ثمن كل المغامرات والمقامرات من دمائهم وأعمارهم وصحتهم وأمنهم ومصالحهم دون أن ضمير أخلاقي أو إنساني لدى الميليشيا المفتونة بعذابات الناس وجرهم للصراع صعدة الأرض التي تزرع الرمان والبرتقال حولها الحوثيون إلى خزان بشري لتصدير المقاتلين وعندما حاول ساكنها الاستقرار في الحقول والمزارع أبز عماء الحرب إلا أن يجرونهم من الحقل إلى الجبال وحين ضاقت الجبال بهم صار القبر مكانا رائدا ليس الحوثي اختصارا لصعدة وليست حكرا عليه وإن كان له حظ وافر فيها لكنها الآلاف من بني الإنسان يتوق معظمهم لانتهاء تسلط الميليشيا وحلول السلام ترجمة نانسي قنقر